في نفس الفيلم كان الصحفي اللي هو الفنان الله يرحمه محمد كامل وكان فيه المشهد الإباحي اللي مفروض في الفيلم أولاً هل فعلاً الفنان محمد كامل الصحفي في الفيلم جاءنا البيانة التالية هو جوز خالتك في الحقيقة؟ هو أصلاً جوز خالتي في الحقيقة أنا لما جيت هنا بقرة أنا مش بحب أتناول المنطقة دي في الأعمال الفنية خالص فلما جيت قال لي طب عدت مع أساس سعيد حامد واتكلمت معاه وقلت له بس أنا خايفة من ده لأنه أنا مش بحب أدخل في تفاصيل المنطقة دي خالص في الفن قال لي أولاً أنت شفتي أعمالي قبل كده قلت له طبعاً أكيد ده أنا كان نفسي عدي كده من قدام الكاميرا مع حضرتك قال لي شفتيني عملت أي نوع من أنواع التفاصيل في المنطقة دي قلت له خالص عشان كده أنا استغربت أنه مكتوبه كمان هيبقى المفروض في ديتيلز تفاصيل لأنه الشريطه بيتفرجوا عليه يعني درامياً فعايزة تخهم الشريط ده في إيه فلازم أنت حتصوره أكيد تفاصيل فأنا التفاصيل دي قلقانة منها قال لي أولاً أنت يعرف مين اللي قدامك محمد كامل طبعاً هو عارف أنه هو كان جزخلت يلا يرحمه فقلت له أيوة بس ده أدعى أن أنا أخاف أكتر يعني وتتكسف لأنه أنا بنته كان يحطني على رجله وينزل يجيب لي شوكلة وبتاعه حاجات كده فالله هو يعني أنا بنته وكمان أنا في الحدث أنا اللي بقود المسيرة وأنا بقود الحكاية في الشريط يعني فالله هو أنت بتهرك فقال لي بصي سيبي لي نفسك خالص ملكيش دعوة وثقي فيها قلت له أوكي ففعلاً طلع كل الناس بره التصوير خلى بس قصة إضاءة كبيرة ومصور والمصور وهو وأنا وأستاذ محمد الله يرحمه يا ربه ألف رحمه ونور عليه بس فقال لي عملنا أول مرة طبعاً أياميها كان خام كان مفيش اللي هو الديجتال وكده وخام خام وفلوس طبعاً المنتج يصوت طبعاً وأنا كنت واخدت تحدي مع نفسي إن أنا من أول تيك في الحياة عموماً بما أني سينما علشان ده حرام يعني ما لناس يعني كمان فأول مرة دخلت لأ دخلت اللي هو إيه عارفة مش أنا المسيطرة على الموقف فقال لي لأ ستوب إحنا ما نهرقش أنا هافضة العيد خام ما نقول أبو الخام لأ هافضة العيد لغاية لما أنت تكوني مسيطرة على الموقف هنا هقوم واخدها وبعدين فيش أي موقف هيحزف فيش تفاصيل يعني فقالت له أصل جوز خالت قال لي مش جوز خالتك ده الصحفي اللي أنت عاملة معايا واحد اتنين تلاتة وده الشريط اللي مبني عليه الأحداث بتاعة الفيلم كلها فأنا عايز واحدة دخلة مسيطرة عارفة يا بتعمل إيه متوسطي عليها ده نوع زياد لك بقى ومش هناخلص قلت له طب سيبني خمس دقايق كنت بعيط يعني أنا أنا ماشا التاني كنت بعيط الأولاني كنت بعيط خايفة ومكسوفة ومش فاهمة مربوكة يعني وبعدين صغيرة جدا كنت ساعتها يعني فقلت له خلاص ممكن سيبني خمس دقايق عدت بيني وبالنفسي جمعت أعصابي قلت له يلا يا رئيس أنا جاهزة دخلت رشأت خلصت من أول تاك من أول مرة الحمد لله رب العالمين الحمد لله اشتركوا في القناة